صباح الخير على كل متابعين الفقرة العلمية أما اللي أول مرة يشوفوا الفيديو ده فالقناة بتاعتنا بتنزل أخبار التعليم أول بأول وبتتابع المشاكل اللي بتحصل في المنظومة التعليمية أول بأول وبتنقشها مع بعض في الفيديو ده بقى هتكلم معاكو عن آخر قرارات للوزير بشأن منهج سنة رابعة وآخر الأحداث اللي حصلت النهاردة ومبارح من قرارات الوزيري ننزلها عن منهج سنة رابعة بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتكونوا جزء من اللي بنقدموا في الفقرة العلمية ويا ريت لو استفدتم من الفيديو ده أو عجبكم تدوسوا لايك وآخر حاجة لو في أي استفسار عن أي قرار نزل أو أي حاجة يخص المناهج كلها أو يخص الامتحانات اكتبونا تحت في التعليقات ونبدأ بقى موضوعنا طبعا إحنا عارفين أن الدنيا مقلوبة دلوقتي بسبب منهج سنة رابعة الهاشتاج الأهالي بيحطوها بسبب صعوبة المنهج كل البوستات اللي بتنزل عن صعوبة المنهج فالأهالي بينزلوا الحاجات دي على أمل أن الوزير يسمع لهم وعلى أمل أن في حاجة تتغير مش لازم المناهج يتشال بس على القالة يقسموا المنهج بشكل ما فطلع الوزير مبارح من النهاردة وزي ما تقولوا كده قال القرار النهائي في رأيه في اللي الأهالي بيعملوه وطبعا زي ما إحنا عارفين قرارات الوزير أو رأيه أو أي أن كان اللي هيقوله بيثبت هل فعلا الوزير هيستجيب لكلام الأهالي ولا الهاشتاج دي والشكاوي دي مجرد صورة حرفاتي فالوزير طلع وقال أن اللي بيحصل في السنة رابعة ده التجديد اللي حصل في الصف الرابع الابتدائي ده أفضل حاجة بتقدمه الدولة المصرية في التعليم منذ زمن وقال كمان أن اللي وضعه المنهج بتاع الصف الرابع الابتدائي ناس متخصصة ومحترفين وكان بالاشتراك مع مؤسسات كبيرة ومختصين داخل مصر وخارج مصر بالمناسبة للا حابب يعرف الفرق ما بين المنهج بتاع رابع الابتدائي الجديد والفرق ما بين المناهج في أمريكا بالنسبة أن هي دول متقدمة والفرق ما بين المناهج بتاعة الصناعة رابعة في دولة ألمانيا شوفوا الفيديو السهم اللي مشاور على الفيديو ده اضغطوا عليه وهتعرفوا الفرق ما بين المنهج بتاعنا والمنهج بتاع الدول المتقدمة وهناعرف إذا كان فعلا المنهج بتاعنا متقدم ويناسب طفل عنده عشر سنين ولا الموضوع فعلا صعب زي ما الأهالي بتقول نكمل بقى كلامنا الوزير كمان قال إن تلميذ الصف الرابع اللي ابتدائي المفروض إن هما اتربوا في رياض أطفال على أسليب المنهج الجديدة وإن الموضوع ده مش جديدة عليهم المفروض إن هما اتربوا على الحاجات دي من الأول وقال كمان إن معروف أصلا إن سنة رابعة من زمان هي سنة مش سهلة لأن الطفل بيطلع من سنة تلتة بيدخل على ربعة فبيقابل مواد جديدة زي العلوم الرياضيات الدراسات الاجتماعية وغيرها من المواد فبالتالي الموضوع أصلا بيبقى صعب على الطفل من زمان يعني الموضوع مش جديد من دلوقتي وسنة رابعة دي مفروض اسمها سنة نقلة في التعليم فبالتالي الموضوع أصلا صعب من غير ما الأهالي تكبر الموضوع وقال إن الناس في الدول المتقدمة بيطلبوا دايما المسؤولين إن هما يقدموا أفضل من عندهم فبالتالي أو بمعنى أصح هو بيقول لنا إن هو أقدم أفضل ما عنده وجدد في المناهج وما زال بيجدد مناهج سنة خمسة وسنة ستة فبالتالي هو بيقدم حاجة كويسة جدا إن وفروض الناس ما تشتكيش منها وقال ما فيش داعي طبعا للإستغرسات والصوت العالي والهاشتاجز والحاجات الأهالي بتعملها دلوقتي على النات علشان ما ينفعشي إن يقيم المنهج ده شخص غير مختص فهو بيقيم المنهج ده ناس مختصين طبعا هنختلف معاه في الحتة دي لأن لو مش بيقيم المنهج ده شخص غير مختص فمعنى كده إن انت حطيت منهج لأشخاص مختصة وأشخاص زوج خلفية علمية كبيرة ده مش هيتناسب مع شريحة كبيرة جدا من الطلبة ممكن يكون أولياء أمورهم مش متعلمين فبالتالي مش يعرفوا يذكرونهم ممكن يكون أولياء أمورهم غير قادرين إن هم يوصلون لهم معلومة حتى لو كانوا متعلمين فمش كل الناس بتوصل المعلومة ده كمان بيبقى صعب على الأهالي اللي عندهم خلفية علمية كبيرة فهو قال إن ما ينفعش يتقيم منهج ده من أشخاص غير مختصين فهو حط منهج لأشخاص مختصين لطالب عنده عشر سنين ومش عايز الأهالي تشتكي من حاجة بالشكل ده إن المفروض الأهالي هم مطالبين إن هم يذكروا لأولادهم ويتابعوا أولادهم عشان خاطر يبنوهم عشان خاطر ولادهم يوصلوا لأحسن النتائج عشان ولادهم يوصلوا لأحسن النتائج فده اعتراف منه إن المنهج حتى مش مناسب للأهالي وكمان قال في تصريحاته إن سنة رابعة دي هيعتبر أول سنة الطالب بيدخل فيها امتحان لأن المفروض في سنة ثالثة ما بياخدش أي امتحان فبالتالي الطالب لأول مرة بياخد امتحان وقال ان اول ما بتيجي سيرة امتحان دي مشكلة كبيرة في مصر والناس كلها بتخاف من كلمة امتحانات فمعنى ان هو بيقول ان الناس بس خايفة لهم جرد امتحانات لكن لو كان المنهج بالصعوبة دي وكان في سنة ثالثة مفيش امتحان محدش كان يتكلم واضف تصرحاته ان الصف الرابع الابتدائي التقييم بتاعها بيبقى مختلف اول حاجة هيتقسم لنصين اول تقييم هيكون اللي بيقديه الطالب في الكتاب والعمل اليومي اللي بيتابع مع المدرس في الفصل تاني حاجة امتحان قصير هتكون مدته مزدش عن عشرين دقيقة وقال ونصح الاهالي ان هما يتخلصوا من الرعب والهلع اللي بديجي لهم لمجرد كلمة امتحان وقال ان ما ينفعش النظام القديم اللي الاهالي كانوا متابعينه في التدريس مع اولادهم يكون هو هو نفس النظام اللي هيفضل ماشي معاهم طول الوقت بمعنى ان هما كانوا متعودين ان اولادهم يحفظوا الحاجة وان المفروض الطالب يحفظ الكلمة دي فيدخل يكتبها في الامتحان فالاهالي مش متقبلها فكرة ان ابنهم يستوعب ويفهم ويعرف يجيب المعلومات لوحده هم عايزين ابنهم يحفظ الكلمة يدخل الامتحان يقفل الامتحان قلص الموضوع فدي وجهة نظر الوزير في الاهالي ان هما ليه عاملين كل البروباجندا دي وقال الجملة دي بالنص الهلع سابه ان اولياء الامور متخيلين ان اطفالهم مطلوب منهم يحفظوا الكتاب من الجلدة للجلدة مع ان مفيش حاجة من دي خالص فهدفنا الفهم فقط وسيتأكد الجميع من ذلك وقت الامتحانات احنا مش بنتعلم عشان الدرجات والمجموع مش بس كده ده الوزير طلع وكدب الناس اللي قالوا ان منهج سنة ربعة زاد من خمسة لتلاتاشر مادة وقال الوزيرة على صفحته الشخصية على الفيسبوك بالنص كده تنوعت وسائل الهجوم على جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم قبل الجامعي وتقديم الافضل لابنائنا في مدارسنا الحكومية وتردد على مواقع التواصل وفيديوهات استغاثة ركيكة على اليوتيوب ان المناهج كبيرة والمواد كتيرة وانها زادت من خمس مواد الى تلاتاشر مادة وهكذا وكمان اكد على الناس ان المناهج دي موجودة العام السابق للناس اللي عايزة تتأكد من الموضوع ده بدل ما يعقوا في فخ السوشيال ميديا ان هما يتأكدوا ويقرنوا المواد بتاعة العام السابق هيلقوها ان هي هي زي مواد العام الحالي والصور اللي قدامكم دي هي المقررات بتاعة الصف الرابع المطورة ويقدروا يتكرنوا منها هل فعلا المواد زادت بشكل من خمس لتلاتاشر مادة ولا ده كله بيبقى تهوي من السوشيال ميديا اولياء الامور بيعانوا دلوقتي من صعوبة منهج سنة رابعة وسواء على ابنهم الطفل اللي عنده عشر سنين اللي خرج ما كانش بياخد اي امتحناية وفجأة تحطوا قدام المناهج دي وما بين الاولياء الامور نفسهم اللي بيذكروا الاولادهم ومطلوب منهم ان هما يفهموا كل النظام الجديد ده اللي اصلا المعلمين حاليا مش فاهمينه لان الوزير طلب من المعلمين ان هما يشتركوا في دورات بحيث ان هما يفهموا المنهج الجديد الوزير طلع وقال الاهالي ان انتم مكبرين الموضوع وان المنهج مش بالصعوبة الفضيعة دي وان المنهج طول عمره صعبة اصلا دي مش اول مرة وان انتم عايزين بس سولادكم يحفظوا ما يفهموش ده كان كلام الوزير على مواقع السوشيال ميديا وكلامه على التلفزيون مع الاعلاميين فاعتقد ان ده حاجة بتقول ان الوزير مش هيغير حاجة في المنهج وان الاهالي الاستغلاثات بتاعتهم هتبوق بالفشل في الاخر ده رأيي الشخصي انا معرفش اين ممكن يحصل قدام اتمنى ان في حاجات كتير تتغير قدام اتمنى ان كل الامور تكون في صالح الطالب المصري في الاخر ايا ان كانت النتيجة المهم الطالب هو اللي يفوز في الاخر اخر خبر معنا وهو ان شددت وزارة التربية والتعليم ان هما هيطبقوا قرار منع دخول الناس ايا ان كان عامل مدرس ايا ان كان غير متعم الى مكر عمله في جميع المنشآت التعليمية بداية من النهاردة الاتنين الموافق 15 نوفمبر 2021 وفقا للقرار اللي قدامكو ده اللي هو قرار مجلس الوزراء قالوا فيه ان اعتبارا من تاريخ محدد وبحد اقصى بعد شهرين من الان ان ما فيش اي حد هيدخل المنشآت الحكومية التعليمية الا بعد الحصول على اللقاح واضافوا كمان ان كل معلم او اداري او عامل ما سجلش الحصول على اللقاح او سجل رفضه لحصوله على اللقاح او اخذ جرعة واحدة هيتم اعتباره منقطعا عن العمل وتسجيله غياب بدون اذن لو عايزين تعرفوا اكتر عن موضوع التطعيم وكمان التطعيم لسن من اول 15 سنة للطلبة تقدروا تشوفوا الفيديو اللي ظهر قدامكو ده فيه كل المعلومات كمان لو عايزين تعرفوا كل موعيد الامتحانات لحد اخر السنة اللي جاية ان شاء الله الفيديو ده كمان بيشرح فيه كل التفصيل عن كل امتحانات بمواعدها بكل التوريخ انا حاولت في الفيديو ده ان انا جمع رأي الوزير اللي قاله خلال الفترة اللي فاتت اليومين اللي فاتوا اتمنى ان الفيديو يكون فعلا افاتكو واتمنى ان كل الامور تقول في الاخر لصالح الطالب المصري سواء كان في المرحلة الاعتدائية المرحلة الاعدادية او المرحلة السنوية بالتوفيق لكل الطلبة وربنا يكون فعون الاهالي وما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد